ربي بارككم أخواني وخواتي الأعزاء تابعونا اليوم السبت الساعة الحادي عشر ونصف بتوقيت القاهرة نناقش موضوع مهم وهو التراوما بالطفولة وتذكرها تقول كفى لتذكر أن لا يستحق تذكره تقول أنا طبيعة الضوء وليس طبيعة العيش في هذه الذكريات هناك أشخاص كثيرون يتذكرون مواقف سلبية حدثت ضدهم وتبقى هذه المواقف راسخة لأعوام كثيرة يندبون حظهم أن سبب فشلهم هو بسبب هذه المواقف أخ يتذكر موقف من أخوه ويلوم أخوه لمدة ثلاثون عام أو بنت مع أمها أو ابن مع أبوه أو صديق مع صديق يبقى اللوم لأعوام كثيرة راسخا في العقل الباطن لهذا الشخص بنت تلوم أهلها لسنوات عديدة أنهم هم السبب في ظروفها أو ابن يلوم أبوه أنه هو السبب في كل الظروف التي تمر عليه وتبقى هذه الذكريات كما قلنا لسنوات حتى هناك خصام بين الأخوة والخوات أيضا يستمر لسنوات واحد يلوم الثاني لا يتحاورون بل يتلاومون بهذا المصطلح هؤلاء الأشخاص يتذكرون المواقف السلبية ويعزون سوء حظوظهم بسبب مواقف الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت الكبيرة أو الأقرباء ربما لا يستطيعون التخلص من هذه الأفكار التي تربطهم بالماضي أخي وأختي يجب أن تعرف أن الذي وقف ضدك من أهلك هو لا يقصد وحتى إذا يقصد فهو لا يقصد أيضا السبب أنهم لا يقصدون لأن العائلة تعيش بوعي المحدودية المادية والدينية الثقيلة عليهم أخوك أو أبوك أو والدتك إذا يتصرفون ضدك بشيء سلبي يجب أن لا تجعله هذا الشيء السلبي لا تجعله يؤثر عليك في بقية سنوات حياتك حاول أن تسافر حاول أن ترتبط بناس يفهموك ويحبوك حاول أن تعرف أن الفرص كبيرة جدا وأن الأخطاء التي يرتكبت ضدك عبارة عن دروس لك حاول أن تفهم أكثر وتقوى أكثر وتنجح أكثر في حين بقائك بترددات لومهم ومعاتبتهم فهذا لا ينفعك أبدا لأن في أي موقف أو ظرف إذا تواجهه فأنت لا تستطيع أن تتجاوزه ما هو السبب؟ السبب لأنك سوف تربط صعوبة هذا الظروف بأن سببه هم العائلة بمعنى أنت تعيش بوعي أنك تشعر ليست لديك القدرة أن تقفز فوق الظروف لأن طاقة الماضي تسحبك إلى ذكريات سلبية وبالتالي تعتقد أن عائلتك هم السبب في كل الذي يحدث لك أخي وأختي أعرف أن والدك أو والدتك أو أخوك لا يملكون إلا وعيهم الذي يقودهم باتجاه تصرفاتهم هذه كيف تتصرف؟ تسامحهم وتبدأ تفكر جيدا بترك الماضي وترك هذه الذكريات لأن حقيقتك أنت أعمق وأجمل وأروع من أي ذكرى سلبية تعيش الضوء، تعيش أن تبارك نفسك باستمرار تباركها تحبها وأن تفتح ترددات وعيك باتجاه التفوق والإبداع لأن هذه هي طبيعتك في هذه الحلقة أخواني وأخواتي نناقش هذا الموضوع ونطبق جلسات استرخاء في مباركة أنفسنا نسامح كل الذي وقف ضدنا نرتفع إلى الضوء، نتحد بحقيقتنا ونعلن أننا قوة أبدية غير محدودة تابعونا